موسيقى موسيقى في أوطاننا نحتفل بعيد الفطر كل عام وانتم بخير وفي روسيا احتفال بأكبر تظاهرة رياضية عالمية بطولة كأس العالم لكرة القدم أو المونديال ربما لم يعد يرضي روسيا أن تحتل صدارة المشهد السياسي في المنطقة والعالم وأن تكون لاعبا أساسيا يرسم القواعد ويقلب المعادلات الميدانية والسياسية وأن تقوض سياسة القطب الواحد التي انتهجتها الولايات المتحدة على مدى عقود فقررت أن تكون مركز اهتمام العالم ولكن من باب الرياضة هذه المرة حيث تستضيف لأول مرة في تاريخها بطولة كأس العالم لكرة القدم ولكن لطالما كانت الرياضة وما زالت المدخل الأمثل لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وأعلامية ولطالما كانت الرياضة حتى في الحضارات القديمة مدخلا للسياسة أو التعبئة القومية واليوم تستخدم الرياضة لتمرير رسائل سياسية بل ولفرض أجندات يخشى أن تصبح أمرا واقعا تستخدم إسرائيل مثلا كافة الوسائل لإغراء العرب واستمالتهم حكاما وشعوبا من أجل كسر الحواجز النفسية وردم الهوى بينها وبينهم فيقابلها العرب بالترحيب وحسن الضيافة من قطر إلى أبوظبي والبحرين وصولا إلى المغرب استضاف العرب رياضيين إسرائيليين وشاركوا معهم جنبا إلى جنب في نشاطات رياضية عدة أما مفاجأة المونديال هذه السنة فستكون ببث قناة إسرائيلية وقائع المباريات مجانا وباللغة العربية عبر القمر الإسرائيلي أموس وهذا ما كان ليحصل لو لم يكن للرياضة تأثير فعال ومكانة كبيرة لدى شعوب كافة وربما ما كان ليحصل لو لم تكن الرياضة مصدر ربح وعوائد بالمليارات لكن هل وراء الرياضة مكاسب سياسية أيضا؟ من يخدم الآخر أكثر؟ وهل تستطيع الرياضة تحقيق مع عجزة الدول عن إنجازه في السياسة؟ الرياضة تحت عباءة السياسة هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة نستضيف فيها هنا في الستوديو السيد أحمد محسن الكاتب السياسي أهلا بك سيد أحمد معنا في الستوديو معنا من موسكو سيد تيمور دويدار أيضا الكاتب السياسي من تونس السيد عادل الأحمر وهو كاتب سياسي ويفترض أن ينضم إلينا في الجزء الأخير من هذه الندوة سيد محمود السقى رئيس دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة من رمالله أهلا بكم جميعا أبدأ معك سيد أحمد كأس العالم كحدث سياسي أكثر منه رياضي ولماذا هذه الهرولة أنصح التعبير أو الحماسة الشديدة لدى كل دول العالم بالرغبة في استضافة هذه التظاهر الرياضية؟ بكل تأكيد كأس العالم هو حدث سياسي بامتياز مثل أي حدث آخر سوسيا إذا بدنا ناخد بعين الاعتبار الوقت اللي عم بيصير فيها الاحتفال هلأ عم نحكي بوقت روسيا تستضيف كأس العالم بوقت فيه استقطاب حاد بالعالم بوقت روسيا إذا بدك سوسيا بعد الخلاف الأخير مع إنجلترا تعاني من حملات كبيرة غربية ضدها بس بالأساس خيرا نرجع شوي لنعمل مثل سيرة كورنولوجية صغيرة لكأس العالم لنقول أو إذا بدك لنفهم ليش كأس العالم حدث سياسي أو ليش فيه يكون سياسي أكثر من أنه رياضي بالـ 38 إيطاليا كان استضافة كأس العالم وهذه بعتقدة كل العالم القصة بتعرفها أنه موسوليني كان بده إيطاليا تربح كأس العالم ليثبت بين هللان قوة الشعب الإيطالي وإذا بدك خلفيته الفاشية وحضر كل المباريات اللي شارك فيها كنتخب الإيطالي وإجبارهم على أداء التحيي الفاشية بس هذا الحدث سابدك لكليشيا اللي بنعرف وبـ 58 كان في نقطة تحول كبيرة ظهر بالبرازيل البرازيل اللي بنعرفها نحن هلأ هي إذا بدك نتاج دخول اللعبة من أصل أفريقي على اللعبة يعني بلا هو ظاهر مش بس لأنه موهوب لأنه مثل طموحات البرازيلية من أصل أفريقي بلحظة من اللحظات بـ 58 سنعلم كيان أو حضور بقلب المشهد بالـ 86 أنا عم نط عن كذا كأس عالا ولكن هذه أهم المخطات والمفاصل إذا بدك يعني بالـ 86 كان في حرب الفوكلند مثل ما يعني المتابع الأرجنتين الأرجنتين وأنجلتا كان الشعب الأرجنتيني مقهور وهنا عم تلاحظي عطولا عم نحكي عن دول عالم الجنوب سنعن نحكي عن دول عالم الجنوب بالـ 86 أو ما يسميه العالم المتكبر عالم الجنوب بالـ 86 ماردونا انتقم للأرجنتينيين هم احتفلوا ببراعب ماردونا ظاهريا الهدف اللي عبر إيد قياده بس هو عمليا كانوا عم يحتفلوا بقهر الشعب الإنجليزي عمليا يعني بالـ 1990 الشعب الأرجنتين الشعب الأرجنتين لأنه الإنجليز كانوا محتلينهم كانوا عم يخصفوا الجزر بالـ 1990 وهذا يعني هذا محط سجال ولكن منيحنا مروا علاها ألمانيا الغربية كان الاتحاد السوفياتي على وشك التفكك وهذه مفاعلة عمليا على المونديال بيوسيا وكان يجب أن تبين ألمانيا الغربية بالصورة القوية للمناسب المنتخب الألماني الغربية هو منتخب تم بنائه وهذا إذا بدك من أوائل الشغل اللي نعمل على بناء منتخب قوي يسوي قوة الدولة يعني ألمانيا الغربية أريد أن تبين بهالقوة مقابل ألمانيا الشعقية ضعيفة الفتبول هو وسيلة للدعاية بوضوح تام مش بس بالعهد الفاشي حتى بعصنا هلأ هلأ إذا بدنا نوصل هذا مدخل كله لنوصل للمونديال بالعكس هذه خلفية تاريخية مهمة جدا أشكرك عليها لنوصل للموضوع الروسي هلأ ليش روسيا شو بدها تقول من استضافة المونديال بمعذر عن كل التحليلات عن شخصية بوتين أو عن غيره أول شي بنا بالوقع روسيا أخذت المونديال حق استضافة المونديال بين هلالين من إنجلتا إنجلتا كانت هي منافسة المباشرة وإذا بدك هذا كمان مؤشر على حجم توتر حتى فينا نجع لقبل منك توتر العلاقة تاريخيا باننا اليوم فيه توتر كبير على خلفية الجاسوس الروسي تسميمه بالمناسبة لازم نقول إنجلتا قاطعت لسبب هذا الموضوع قاطعة دبلوماسيين يعني هي مؤاطعة رمزية لأن الفيفا بعائبها على مستوى العائلة المالكة على مستوى الديبلوماسيين وفي دول لحقتها بس هذا كمان رياضة بتحاول تلاقي هامش لحالة كل الوقت أن الفيفا يعني بلاقي هامش لحالة لأنه لأ المنتخب سيعاقب إذا المنتخب الإنجليزي ما راح سيعاقب بأكتر من هك بكتير نعم على كل سبق ذلك أيضا ما يشبه التشويه لروسيا يتعلق بسوريا دورها في سوريا مثلا ما جرى بشبه جزيرة القرم وإعادة ضمها لشبه الجزيرة وأيضا قضية سكريبال هل كان كل هذا مقصود أيضا ربما للتشويش عليها فيما يتعلق بكأس العالم اسمح لي هنا أن أتحول إلى السيد تيمور دويدار الكاتب السياسي من موسكو تعتبرون أنه كان فيما يشبه التشويه لصورة روسيا خلال الفترة السنتين أو الثلاث الماضية والهدف منه كأس العالم استضافة روسيا كأس العالم وثانيا لماذا اختير حارس المرمى الشهير من العهد السوفيتي ليفيا شين كصورة لملصق الملصق الإعلامي للمونديال في رسائل سياسية أيضا سيد تيمور التشويه سورة روسيا وزيادة ارتفاع درجة الروسفوبيا في المعسكر الغربي وتصدير ذلك إلى العالم لم يبدأ فيه فقط بعد أحداث 2014 وضم القرم وما نعرفه عن هذه المشكلة إنما من قبل ذلك من غاز والولايات المتحدة العراق فالعلاقات متوترة من ذلك الوقت وإنما الموجة الأساسية أتت فعلا من 2014 وكانت شديدة وحتى الآن نرى اليوم نحن في انتظار قرار البرلمان الأوروبي هل سوف يتخذون قانون حظر أو مقاطعة المونديال دبلوماسيا أم لا فالتصعيد مازال موجود يعني في نفس الوقت أوكرانيا حشدت قواتها على الحدود في منطقة شرق أوكرانيا وربما قد ننتظر أي فاعل عسكري من تلك الناحية أيضا نعم شوفي كسب روسيا المونديال حدث في وقت كانت العلاقات ليست ببأساوية مع واشنطن أو الغرب عموما إنما الآن فرصة جيدة بالنسبة لروسيا لتوضح شفافية روسيا شفافية الشعب شفافية المدن نحن هنا قمنا عملنا مجهود كبير لاستضافة أكثر من 600 ألف زائر لكي يعيشوا حياتهم بنفسهم معنا وهذا ما أشار إليه الرئيس الروسي بلاديمير بوتين علما أنه كان فيه تهديدات سابقة السنة الماضية من تنظيم داعش بإمكانية استهداف أو أحداث بلبلة خلال كأس العالم نتابع لو سمحت ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يرحب بالضيوف ويتحدث بحماسة عن كأس العالم نتابع ما قاله ثم نعود أرحب بعشاق كرة القدم وأفضل منتخبات العالم أرحب بجميع من وصل إلى روسيا ومن يستعد للوصول بهدف المشاركة في هذا الحدث الدولي الكبير بطولة كأس العالم لكرة القدم إنه لشرف وفرحة كبيرة لبلدنا احتضان ممثل أسرة كرة القدم الكبيرة وإهداؤكم عيدا حقيقيا مليئا بالحماس الرياضي والإثار آملوا أن مباريات الفرق المفضلة ومهارة اللاعبين المحبوبين وكذلك التعرف على بلدنا روسيا وعلى ثقافتها الأصيلة وتاريخها الفريد وطبيعتها الغنية وعلى شعبها المضياف المخلص المحب للصداقة ستترك في قلوبكم طباعات لا تنسى فعلنا كل شيء لكي يشعر ضيوفنا من الرياضيين والمختصين والمشجعين وكأنهم في بلدهم البيت بيتكم وروسيا وطنكم فتحنا للعالم بلدنا وقلوبنا أهلا وسهلا بكم في بطولة كأس العالم مرحبا بكم في روسيا سيدة عادل الأحمر كنت سألت ضيفي الروسي عن تسييس الرياضة ربما من ضمن الأمثلة البسيطة كان اختيار حارس المرمى من العهد السوفيتي ليفياشين لوضع صورته على ملصق للمونديال كان فيه رسائل سياسية من روسيا مقصودة أنا رأيي لا ينبغي أن نسيس كل شيء صحيح أن الحدث خلفيته سياسية لكن كأس العالم ليس حدثا سياسيا هو حدث رياضي لكن طبعا وراءه دائما خلفية سياسية تتمثل في خلافات بين الدول بين الأقطاب بين الإيدولوجيات يعني تظهر على ميادين اللعب وتظهر من خلال مقاطعات تظهر من خلال انتصارات تعتبر تاريخية مثلا انتصار إيران على البلاد المتحدة في فرنسا 1998 هو انتصار على الشيطان الأكبر انتصار الأرجنتين على أنجلترا في مكسيك 1986 هو نوع من الانتقام لحرب الملوين أيضا كوريا الشمالية عندما برزت في لندن 1966 يعني كان حدثا وكان طريقة لإبراز العالم الشيوعي انتصار أيضا ألمانيا الديمقراطية على ألمانيا الفيدرالية عام 1974 في العام نفسه اللي فازت في ألمانيا الغربية فازت عليها ألمانيا الديمقراطية يعني هدف لسفر لكن الحدث رياضي عفوا سيد عادل عندما يقول جوزيف جوبيلز هو وزير الدعاية بأيام هتلر أن الفوز في مباراة دولية أهم من السيطرة على مدينة ما عندما يصبح الصراع على رئاسة الفيفا أهم من الصراع على رئاسة الأمم المتحدة على يمكن اعتبار أن هذا الحدث كأس العالم تحول بالفعل إلى حدث سياسي بيور يعني محض أكثر منه رياضي ولو أنه هو في الأساس رياضي لا أنا لا أعتقد أعتقد أن السياسة موجودة يعني وحاضرة بثقالها لكن ليست هي الجانب الأهم والأكثر بروزا في كأس العالم طبعا هناك حالات شاذدة طبعا وحالات خاصة جدا مثل روما 34 واستعمال موسيليني دورة لبروباجندا يعني للفاشية وكما فعل هتلر مع الألعاب الأولمبية في 1936 أيضا استعمالها لدعاية للنازية يعني أحيانا سياسة تكون تاغية صحيح لكن في أحيانا أخرى تكون موجودة لكن ليست مثلا في هذه الدورة طبعا هناك قضية الجاسوس البريطاني الذي قتل الروسي الذي قتل في لندن لكن ليس هذا بالقضية السياسية الكبيرة يعني هناك أيضا شبه حرب باردة على روسيا صحيح هناك حملة إعلامية كل ما تفتح الجرائد كل ما تفتح المواقع الإلكترونية تجد أنه روسيا موجودة يعني في سوريا نعم وكأنها يعني دخيلة في الموضوع سوريا روسيا استكت يعني شبه جرزيرة القرم يعني في حملة صحيح في حملة كبيرة على روس بالنسبة الياشين بالنسبة الياشين يعني هل يوجد يعني لاعب روسي أكثر استحقاقا من ياشين هذا أسطورة هذا أسطورة وشارك في أربع دورات لكأس العالم يعني لا أظن أن هناك لاعب لست متأكدة لكن لا أظن أن هناك لاعب روسي سواء في عهد الاتحاد السوفيتي ولا في عهد جمهورية روسيا الفيدرالية أنجز ما أنجزه على كل إن كثيرون يعترفون ربما أو يقرون بحقيقة سيد عادل أن اللاعبين أو الرياضة أو كرة القدم في عهد الاتحاد السوفيتي كانت يعني تختلف عنها تماما وأقوى بأضعاف أضعاف ما هي عليه اليوم روسيا اليوم صحيح قوية في الساحة السياسية ربما أكثر منها في الساحة الميدانية الرياضية الرياضية صحيح ولكن كأن بوتين يقول سيد أحمد روسيا اليوم تحرز انتصارات رغم عداء الغرب لها من خلال تنظيمها لكأس العالم هذه أيضا رسالة أكيد هو أنا أظن أن عفوا سيد عادل اسمح لي سمح لي للسؤال اللي ضيفي هنا في الستوديو سمعت الأحمر أوكي أوكي بدون أي شك روسيا أحزت نصرا معنويا بس أنا بدي أنطلق من يعني تذكرت من ضيفك روسي الكريم لفتني بلاحظ الهجوم على روسيا هو لا يسند إلى خلفه إذا بدك عادله مش لأنه بنا ندافع عن روسيا أنا دائما بحب أرجع للتاريخ في حادثين بس 86 كان في ديكتاتورية بالأرجنتين وأصحا فوز الأرجنتين بوقتها بتعزيز إذا بدك أو يعني في دالة استفاد كتير من فوز الأرجنتين بكأس العالم عنانون كتير الموضوع بروسيا الوضع مختلف روسيا منعرف كتير من نحن ما بتقدر تربح بالجيل الحالي روسي وإذا ما دخل كمان لنجاب عن نقطة أساسية أنه الجيل يعني انطلاقا من فكرة لي في عشين الجيل الروسي الحالي بكرة القدم هو جيل إذا بدك مش بس غير موهوب يعني ما بيقدر يعمل شي بالفوتبول فرغم أنه الروس جربوا جربوا بمطلع الألفان وبي يعني أنا برأيي بسبب سياسات بوتين الاقتصادية لهذا بدني قاس منفصل ومستقل استسمعوا كتير بالفوتبول بقاندي مثل زينت مثل ساسكا موسكو دفعوا كتير مصاري عشان ينقلوا تجارب غربية أثبتت فشلة هالتجاب ما بقى إذا هذا الشي كان مقدمي لأنه ينجو جيل الروسي جيد بقاط القدم أو واجهة أعلانية لا يوصل للي تفضلت فيه عن صورة روسيا الحديث بس كمان في نقطة كتير أساسية بحب شيلة إلا نحن عطول عم نحكي عن الفوتبول من وجهة نظر العالم لفوق ما عم نشوفه من وجهة نظر العالم لتحت لهم العالم الأساسيين اللي بيحدقوه بالنسبة لهذا العالم مثل ما تفضل كمان لهم صنعوا أصلا أهم الألعاب بالنسبة لهم هو حدث رياضة ليستجلوا موقف سياسي يعني يتعلق الأمر بالإرادة والحرية بشكل أساسي أنت أخذت جوبلز كراموزج أنا بحب لا أقولي جرامشي شو بيقول جرامشي بوقت من الأراضي كان يقوله أنه الفوتبول مملكي من الحرية ليش لأنه تتعلق بالإرادة يعني لما هذا المشجع ينقي فريق يختاره هو مختاره بملء إرادته هو هكي بيتعامل مع الموضوع أنه أنا نقيت هذا الفريق كأنه عم بيسجل موقف ضد النظام بالعالم لهو وجد حاله بهذا النظام ووجد حاله بك والمستطيل الأخطر هو فرصة له لا يفتش عن عدالة ما فيه قانون محدد فيه تسعين ديئة فيه ربحان فيه خصان قانون هو بيعتبر بخلفيته أنه هو مشارك بصياخته أو بيعني إذا بدك له دور فيه هاو العالم ما فينا نحملهم فقط نقول لهم أنه السياسي كل الوقت هي اللي عم تتحكم فيكن أنا برأي فيه شيء من الإشحاف منطقية جدا بكل الأحوال هذه الفكرة أشكرك على توضيحها السكريبال هو يعني كانت محاولة اغتيال العميل أو الجاسوس الروسي سيد عادل لم يقتل ذكرت أنه قتل بكل الأحوال نتابع هذا النقاش تسييس الرياضة أنطريد السياسة ربما بعد هذا الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذا الجزء الثاني من ندوة الأسبوع بعنوان الرياضة تحت عباءة السياسة أذكر بضيوفنا هنا في الستوديو الكاتب السياسي سيد أحمد محسن في موسكو الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية سيد تيمور دودار في تونس عادل الأحمد الكاتب السياسي ويفترض أن ينضم إلينا سيد محمود السقى من رمالة بعد قليل سيد تيمور دودار بما أنك خبير اقتصادي نستفيد من معلوماتك والمعطيات لديك عن مدى الفائدة أو المنافع الاقتصادية التي ستجنيها روسيا من وراء هذا الحدث واسمح لي قبل أن تجيب عن هذا السؤال أن أورد بعض الأرقام والحقائق عن المونديال مثلا كأس العالم في روسيا هو الأغلى في التاريخ بحسب خبراء اقتصاد تقديرات بأرباح لروسيا بنحو 3 مليار دولار وبنمو اقتصادي إضافي بنحو 0.2% على أساس سنوي في الربعين الثاني والثالث من العام 2018 تم تجديد وبناء 12 ملعبا و27 فندقا جديدا في 11 مدينة روسية بلغت تكاليف البطولة نحو 680 مليار روبل أي ما يعادل 13.2 مليار دولار توقعات بأن تتجاوز عائدات بيع تذاكر المونديال مستوى الخمسة مليارات دولار أكثر من ثلاثة مليون تذكرة ستباع توقعات بأن ينفق المشجعون الأجانب على السكن والطعام والهدايا التذكارية نحو 6.5 مليار دولار هل من فائدة اقتصادية حقيقية يمكن القول سيد تيمور من وراء هذا المونديال لروسيا وماذا عن التحدي الأمني هل من توقعات أو مخاوف أو هواجس ماء من حدوث أي بلبلة أمنية شكرا سيدتي أنت صراحة تقريرك مفصل تماما لا أستطيع إضافته إلى ما ذكرته لأنك ذكرت بعض الأرقام الخاصة بالدخل وهي الخمسة مليارات من الزائرين وغيرها أهم شيء اقتصاديا هي إعادة بناء البنية التحتية للمدن من حيث الطرق والمطارات وفعلا الفنادق هذا سوف يدوم ما بعد المونديال وسوف يزيد من الموبيلتي من حركة الروس أنفسهم داخل بلدهم أي سياحة داخلية فاستراتيجيا هذا شيء مهم جدا وحافظ لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية الروسية بخصوص القطاع الأمني الحظ كذلك أنا أعمل في القطاع الأمني الخاص بالنقل والمركبات بيزنس فأود أن أطمئنكم أن منظومة الأمنية الخاصة الموضوعة في قطاع النقل العام في روسيا من أحسن الأنظمة في العالم على يومنا هذا فلا داعي للقلق لكن بالطبع التجديدات الأمنية ربما أنتم لاحظتوهم من المرسلين لدى قناتكم شديدة للغاية واستنفار أمني عالي لدرجة عالية في روسيا كنت أحب أيضا أن أشارككم في حواركم بخصوص التسييس والسياسة لكن عندما يأتي دوري في ذلك لأن هنا في روسيا أود التوضيح أن نحن بالنسبة لنا هذا فعلا مونديال كاروي ونحاول الفصل بين السياسة لكن التسييس كما ذكر الزملاء الكرام للأسف الشديد نحن نحصه وضغط كبير للغاية تفضل إذن لماذا قال بوتين بهذه الحالة عندما سئل عن من يفوز من سيفوز في كأس العالم قال المنتصرون هم الفائزون أو المنظمون هم الفائزون أنه ماذا كان يقصد بهذا شوفي لا أحد في روسيا يبني أي أمال الآن الفريق أو المنتخب الروسي سوف يكسب المونديال حتى في روسيا هناك معقولة أن 22 لاعب يلعبون في العلعب في الملعب وفي النهاية يفوز الألمان فلا تسييس في هذا بتاتا لكن لو سمعنا يوم أمس مثلا وزير الداخلية الألماني ذكر أنه سوف يزور روسيا في النهائي عندما سوف يلعب الفريق الألماني ويفوز بالمونديال يعني وكانوا حاسمين الفوز الألماني شكلك أنت مشجع ألمانيا أنا مشجع الفريق المصري مثل الكثيرين في روسيا نشكرك وأنني أشكرك على إثارة هذه النقطة سيد تيمون أنك مشجع الفريق المصري أنت روسي تشجع فريق عربي بالأمس صار في تصويت على الدولة التي ستصدف كأس العالم 2000 عام 2026 طبعا الدول المرشحة أمريكا كندا المكسيك والمغرب بعض الدول العربية من ضمنها السعودية قيل أنها مارسة ضغوط على دول آسيوية للتصويت ضد المغرب وأيضا من ضمنهم لبنان صوت لأمريكا ضد المغرب واليوم في تحقيق أعلن عنه وزير الرياضة اللبناني محمد فنيش أنه سيفتح على هذه الخلفية لماذا يصوت لبنان مع الولايات المتحدة لصالح أمريكا ضد بلد عربي هو المغرب وهذه نقطة بالفعل يعني تستحق التوقف عندها تفضل سيدنا هذا إذا بدك دليل أنه التصويت سياسي وليس يضيا على الإطلاق حتى ما نقنع حالنا بأوهام ما بعد يضيئ إذا بدك أغم أنه كمان للإنصاف خلينا نحكي عن أنا ما عمدافع عن أي عمل سعودي أو عن أي شيء ولكن هل نحن هون تلقائيا لما ننطلع بالملفين ننحاز إلى المغرب تلقائيا ولا ننطلع رياضيا من ملفه أحسن يعني بس أصدقه من هاي الجملة أنه الملف سياسي بإمتياز أنا شخصيا مع التصويت لملف المغرب ننحاز مباشرة إلى المغرب إذا كنا عم ناخد خيال سياسي مش سياسي رياضيا رياضيا يجب أن ننحاز إلى الأفضل إلى الملف الأفضل هذا رياضيا سياسيا سياسيا مع أخذ بعين الاعتبار استغلال للنظام أي نظام عابي أو أي نظام ديكتاتوري لأي حدث لكني أنحاز إلى العرب بس سياسيا شيء رياضيا شيء تاني وأنا بالمناسبة مع فتح التحقيق ومع السؤال وأصلا باللبنان يعني تعرف كيف تصير الأشياء بس في نقطة بس بتحب على زميلنا روسي جاي لنا كهو اللي قال هاك أبيباح الألمان اللي هو مهاجم إنجليزي ما بعرف كمان إذا قول هاك هو بشكله رياضي لأنه خصه بس كمان ما في إجاه الأبعار السياسية علىية الإنجليز بالألمان شغلي تاني بس كمان بحب كمان زيدها بقصة التصويب على روسيا مش شغل تدافع عن روسيا وعن الأمن بروسيا بس كمان إذا نرجع ثلاثة مونديالات لورا بالألفين واربع عشر صار المونديال بالفافلس عشوائي يعني بالبازيل يعني بمناطق فقية جدا والعالم تجاه الاعتراضات البازيليين طبعا هم عم نحكي عن الناس اللي بيحضوا نحن عم نحكي عن الإعلام وعن إذا بدك منظومة الهايمن الغابية هاي كيف تشتغل ما شافوا كل هالفق ما شافوا كل هالظلم اللي بيتعرضو له البرازيليين ما شافوا العشوائيات بس هلا عم بيشوفوا أن روسيا في خطر بالألفين وعشرة بجنوب أفريقيا قانت من أخطر مدن يعني من أخطر مدنها من أخطر مدن العالم ما أنا عندي عاطف شديدة تجاه الأفارقة والأفريقيين بس ما بيلغي أنه كانت من أخطر ماطق بالعالم بالستة وثمانين كانوا عم يخطفوا العالم بالأرجنتين كان في اختفاءات جامعية يعني غير مسبوقة مع هك ما حكي العالم كتير هلأ قد يكون طلع أصوات يعني مثلا لويس أرغان قال وقت أنه متروحوا قاطعوا ديكتاتورية بالأرجنتين بس هي أصوات خافتي وأصوات فردية مش أصوات أنزمة هذا مؤشر على أنه هاي الحملة على أوسيا هرفها سياسي بأمتياز بس كان بهمني واضح أنا مش شغلتي دافع بلنا نتشوف المونديال لنشوف شو هيحمله واضح الفكرة ونحن نتمنى أن يشجع الجميع بالفعل بروح رياضية مش بروح سياسية لأنه السياسة تفسد كل شيء لكن للأسف كأس العالم هذه المرة بالتأكيد سيكون مفروز سياسيا سياسيا مع هذا المخور ضد ذلك المخور يعني السياسي مش شغل سياقة كما نحن عم نحاول تصويرها يعني قد يستغل هذا الحدث لتسجيل موقف سياسي يكون أخلاقي وجيد مثل بأعتقد بغنحكي عن قصة الأجنتين يعني طيب اسمح لي أن أنتقل إلى سيد عدل الأحمر بذكر على ذكر التصويت بالأمس لصالح الولايات المتحدة ضد المغرب وغيره إيران لم تصوت اختارة الحياد ربما أيضا في ذلك موقف أو رسالة سياسية وربما لو لم يقطع المغرب علاقاته مع إيران وعلى خلفية يعني الاتهامات بدعم إيران للبوليزاريو وحزب الله للبوليزاريو ربما ربما نقول لكانت إيران صوتت لصالح المغرب الجزائر رغم العلاقات المتشدنجة مع المغرب صوتت لصالح المغرب وأنتم في المغرب العربي يعني نعرف مدى طغيان الجانب السياسي خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مثلا على أي جوانب أخرى في الموضوع الرياضي كان فيه وقفات مشرفة جدا بعموم المغرب العربي وهذا فيه سياسة بالدرجة الأولى سيد عادل والله إحنا من 1948 يعني فيه تعاطف تلقائي من ناحية التونسين مش في الرياضة خلينا في القضية الفلسطينية فيه تعاطف تلقائي مع القضية الفلسطينية يعني وأجدادنا راحوا على فلسطين يعني كمتطوعين من غير من تدهمهم حد ولا جاءهم حد وأخذهم يعني غصبا عنهم فإحنا عنا ميل كبير للقضية الفلسطينية ودفاع عنها مستميت ربما البعد عن فلسطين يخلينا متشوقين لها أكثر ولو نحبوها أكثر لكن ما نلقاش تفسير غير أنه غير هذا وأنه بعدنا عن فلسطين يخلينا متعلقين بالقضية ربما أكثر من الناس اللي قراب لها ربما اللي جار أحيانا ما يكونش يعني محبوب كما الشخص اللي بعيد عليك أكثر ملقاش تفسيري أخر يعني وحن احنا رو رغم ما يقالوا عنا من فرانكوفونيين ومش عارف ماذا احنا رو عروبيين يعني كنت تشوف أغلبية الشعوب يعني في المغرب العربي يعني أسطورة ولكن كيف نظرت في هذه في هذه النقطة تحديدا وحضرتك تعرف أكثر من مناسبة رياضية استضافة فيها المغرب كمغرب كبلد أحداث ونشاطات رياضية لفرق شاركت فيها فرق إسرائيلية فرق إسرائيلية شو يجبنا نفرق بين الحكام وبين الشعوب أنا هذا هذا رأيي يعني الشعوب والحكام مهمش على نفس الفكرة بالنسبة للقضية الفلسطين إلا لما حدثتك حدثتك عن الشعوب قلت لك راحت يعني عن 48 راحوا للجهاد في سبيل فلسطين يعني الحكام شيء ثاني يعني الحكام عارفينهم إحنا انتباءاتهم وولاءهم لمن معروف من قديم الزمان ونعرف لا فايدة الآن في ذكر معنا التفاصيل كيف يستنكار حقيقي من الشارع المغربي ومن الشعب المغربي على يعني هذه الخطوات فيما يتعلق بالرياضة تصديقا لكلامك والله حتى الشارع نفسه صار تعبان الآن أنا كتبت عن موضوع هذا لأن الشارع نفسه صار تعبان بالنسبة للقضية الفلسطينية لأنه ما فيش تجنيد طبعا الحاكم ما هوش معه الآن الحاكم بصفة عامة ما هوش مع القضية الفلسطينية مع التطبيع لو عندهم كانيرا وطبع جهارا بهارا يبقى الشعوب الآن يعني ما فيش من يحمسها ما فيش من يجندها يعني فضل الرياضة كمتنفس وحيد ربما لهذه الشعوب وكجامع وحيد ربما لهذه الشعوب واللي نتمنى بالفعل أن لا تسيس وتصبح يعني مصدر استقطاب حاد بين الشعوب أنفسها سيد أحمد تحدثت عن عالم الجنوب قبل قليل بالدول النامية إذا فاز المنتخب يحسب لصالح الرئيس أو الملك أو الحاكم بدول عربية لنقول بينما بألمانيا أو بالدول الغربية يحسب للبلد وليس لشخص الحاكم شخص معين لكون صحيح معك شوية وجهة نظر استشراقية نوعا ما لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة نموكات القدم وإذا بدك موقعها بالنظام العام بأي بلد يعني بألمانيا قوات القدم للألمان غير قوات القدم تنقول بتونس مثلا بتونس بفترة من الفترات تناخد مثلا تونس مثلا وبعتقد فيه وضح لنا كانت متنفس لهذا العالم أو مش متنفس جزء أو أداة لمقاومة الاستعمار للتحرم من هيمنة الاستعمار هاو عم نحكي سنة عن العالم هلأ الحاكم الحاكم مش بس يعني الحاكم بيدير مجموعة مصالح من ضمن قرات القدم بيدير اللعبة الطائفية بيدير إذا بدك صفقات بيدير كل ما يتعلق بمؤسسات الدولة ومن ضمن قرات القدم فبرأي تحميل قرات القدم هذا أكثر من طائطة يعني مثلا هلأ محمد صلاح أنه هو نجم المصري يعني أسطورة أنا أفضل على طول نحاس دل العالم لأنه هن يفتشوا عن بطل بديل لا إذا بدنا ما بدنا نسمي يعني لا الحاكم لهو يفرد نفسه كمقدس لا يمكن المساس فيه الشعوب يليقوا بقرات القدم فلصة ليختاروا بطلهم ويغموا يعني يغموا الحاكم على إذا بدك ينزل عند هذا البطل اللي هن يختاروه فبمعنى ما هي كمان أداة إيجابية بس بألمانيا بألمانيا مثلا أنت يعطي مثل ألمانيا وأنا أختار ألمانيا ألمانيا بفهنسة زين الدين زيدان تحول لبطل رغم كل شيء أبو تريكا أبو تريكا على سيرة مصر تحول لبطل عندما رفع خلع القميص ومكتوب عليه تضامنا لاش لاش لأنه بوقت ما كان حدا يقدر يقول هذا الشيء بمصر ومو سلا أو محمد صلاح بالمناسبة يعني أنا أتابع الإعلام الغربي سين أن أفردت له تحقيق واسع وتقارير بشكل شبه يومي لمحمد صلاح وبات اليوم أيقونة يعني لا يجريه أي زعيم أو رئيس هني بدون يأك كشيء أنه تبهي العقل الغربي كمان مش كله لما نقول العقل الغربي مش بطريقة ديماجوجية بمعنى أنه يعني هني عم بيشوف محمد صلاح بعقلية استشائية يقول لك هؤلاء العرب والمسلمين بيلعبوا بأوروبا لا وين المشكلة أنه هو يقدم نموذج حضاري بس نحن أعطوه العمونا حضاري عن هذا عن هذا الشرق لليوم غارق في الدماء للأسف أنا ما أتكلم تاريخيا بس هو غارق بالدماء بسبب التدخلات والحروب لشن الغرب على هذا الشرق يعني أنا الأصد يقوله مش بس محمد صلاح زين الدين زيدان لما حمل فرنسا عكتافو بالمناسبة زيدان مش عربة بالاسم عربي لا حتى من القبائل يعني أنه منه عربي بس أصد يقول أمازيغي ومع احترامنا للشعب أنا أحب الشعب الأمازيغي طبعا أصد يقول أنا لما جاب الجولان وحمل فرنسا عكتافو كان بطل قومي لما نطح ماتيراتزي بال2006 تحول فجأة لصاحب أصول جزائري مثل تايسون مايك تايسون عدم على قدم تحول إلى مسلم طبعا كمان أنا ما بحب أغرق بهذه منظومة المؤامرة والتآمر بس في شي مقابلت السيانان أنا شفتها ماشي معه قلبي يسمع موسيقى ومستغر بهي أنه كيف هو عاب وكأنه ما بده هالقد فيه قبل محمد صلى أنا بحب كتير محمد صراح بس أنه فيه كتير ععيبة يعد محرز قبله بسنتين جزائري كان أفضل لعب بالدورة الإنجليزية ما حدا يعني عفت كيف أنه لي لأنه الجزائر عندها يعني إرث ربما له علاقة أكثر بالمقاومة طبعا أنا هكذا أنا بدي حابب أقولها بمعنى أنه المغرب العربي إن كان جزائر بشكل رئيسي وتونس يعني عندهم إرث بمقاومة الاستعمار فهني يمكن يمكن وهذا رأي زبادك سياسي ما خاصه برياضة الأكثر قبولا أو الأكثر فهما للمعاناة الفلسطينية لأنه الإحترال الإسرائيلي بالأخير هو امتداد مستعمرين بريض يجووا احتلوا الشعب الفلسطيني نحن هكما نشوف طيب سنتابع الحديث عن مسألة القضية الفلسطينية وعلاقتها مباشرة بالرياضة وأتحول مباشرة إلى السيد تيمور في موسكو أيضا كنت تقول أنه حابب تتكلم أكثر في تسييس الرياضة شركة نائكا الأمريكية مثلا رفضت تزويد المنتخب الإيراني بأحذية وملابس قالت أنه بسبب العقوبات الأمريكية هذا أيضا دليل ومثل آخر على تأثير السياسة في الرياضة نعم أحد الأمثل في الاقتصاد بالتأكيد أنا أعتقد المثل 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 الأكبر في الأون الأخيرة هو عزل روسيا أو فريق القوم الروسي الأولمبي من مشاركة في الأولمبياد يعني انتناسينا ثم ما قبل ذلك سنة 1969 عقب المباراة بدأ شبط الحرب بين هندراس والسلفادور وقيل أنه نتج عنها 2000 قتيل وقتها حرب حرب كرة القدم سميت نعم للأسف الشريفية وقع واحدة السياسة أو التسييس الرياضة هي تأتي في مجال اقتصادي والدبلوماسي فإن نظرنا في المجال الاقتصادي تسييس الرياضة مربح للبعض وغير مربح للبعض الآخر فهي سياسة ربما ليست لا تخص سياسة الدول إنما السياسة الذين يتربحون في الأقليم المختلفة في العالم دبلوماسيا يعني نشاهد تلك المعارك الجارية وأنت ذكرت حتى بين العرب للأسف الشديد لا أود أن أخذ في هذا الموضوع لأنه صراحة مؤسف للغاية ولهذه الأسباب لا أحد يأخذ برأي العرب في أي مشورات سياسية حتى بالمواضيع الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية هنا في روسيا يعني نأمل أن يتم فعلا الفصل نوعا ما بين السياسة الدبلوماسية والعواطف البشرية فتسييس الرياضة من قبل الدول وأنت ذكرت السيد جيبلز بالطبع يعني هو بروباجاندا للجمهور عندما يكون مؤتمر رياضي بهذا الشكل الواسع ومئات الألاف من دول مختلفة يجتمعون بعضهم مع بعض سوف يتم تدمير تلك الحملة الدعائية التي كانت متواجدة وفي نفس الوقت نأمل في الروس يعني يتم تنشيط التجارة الدولية في الأوين الأخيرة التجارة الدولية تعثرت كثيرا للغاية يعني بخصوص مشاكل في الشرق الأوسط والحرب في سوريا والمشاكل التي نخذها في أوروبا والعقوبات وإلخ الكل تأثر بتلك العقوبات اقتصاديا يعني الناس فقدوا أعمالهم في أوروبا الغربية وفي روسيا أيضا بالطبع هذا كله يؤثر على الرياضة وينعكس يعني الحروب والتشنجات والتوتر بين الدول ينعكس بشكل كبير على كافة مناح الحياة من ضمنها الرياضة يعني نحن نعرف خاليا أن الفرق الإيرانية مثلا لا تلعب في السعودية والعكس صحيح بعد قطع العلاقات يعني ديبلوماسية بين البلدين الإمارات سمت دوري كرة القدم بدوري الخليج العربي يقيل أنه في رسائل سياسية وراءها قطر ربما لن تشجع السعودية بعد القطيعة أو الحصار أو المقاطعة اللي فرض عليها يعني تأثير الحروب والسياسة واضح بشكل كبير جدا في الشأن الرياضي هل تتفق مع ذلك سيد أحمد سيد عادل طبعا أنا متفق تمام الاتفاق لكن العكس موجود أيضا لا ننسى أن انفتاح الولايات المتحدة الأمريكية على الصين كان عن طريق كرة الطاولة مثلا فأنا أعطي هنا مثال صحيح البيمبونج ديبلوماتية البيمبونج سمي أتوقع لتحفيل علاقات مع أمريكا ديبلوماتية البيمبونج يعني ممكن أيضا لكن الغالب طبعا صحيح هنا الغالب هو الحروب والصراعات الإيديولوجية خاصة كانت مرحلة مرحلة الاستقطاب يعني القطبين يعني حلف الأطلس وحلف فارسوفيا طبعا كان يخيم على الألعاب كأس العالم هذا الجو ومثلا في بالنسبة الألعاب الأولمبية في دورة 1980 تمت مقطعة روسيا الاتحاد السوفيتي وقتها من أمريكا وحلفائها قاطعوا دورة موسكو 1980 وفي الدورة اللي بعدها 1984 روسيا ردت يعني الصاع صاعين ولم تذهب إلى ألعاب نص أنجلس هي وحلفائها من أوروبا الشرقية يعني حتى في ترطيب العلاقات الأخيرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة شاهدنا لعب الباسكتبول الشهير رودمان كيف يبدو متأثرا ويبكي على الشاشة بشكل واضح لأنه اعتبر أنه مساعي نجحت يعني هو من بادر إلى هذا أو كان له دور في هذا التقارب بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وقال أنا سعيد جدا لأن هذا حصل بالفعل سندخل صحيح لك تفضل أكمل الفكرة لو سمح لا قلت لكن استعمال الرياضة يعني في أهداف سلمية هو استثناء وليس قاعدة والقاعدة هي طبعا الصراع والحروب والخلافات الإيديولوجية وبين الجيران أيضا شكرا هو طبعا محمودة تكون الجهود الرياضية عندما تصب في خدمة السياسة رأينا كيف أن مباراة والدية أعتقد بين العراق والسعودية أدابت الجليد في العلاقات بينهما مؤخرا وكانت أحد مداخل إعادة العلاقات بالموضوع الفلسطيني سيد أحمد لكي لنا رأى كل شيء بالأسود في نصف الكعس الملآن طبعا بعد الفاصل سيد أحمد سنتحدث أكثر عن التطبيع الرياضي وفي نشاطات للأسف شارك فيها رياضيون عرب وإسرائيليون وحدثك خبير في الشأن الرياضي وعندك كتب بهذا الموضوع سنتحدث عن هذه الجوانب لاحقا مشاهدين ابقوا معنا فاصل الأخير الأخير نعود كنا أشرنا إلى موضوع التطبيع الرياضي التطبيع مع إسرائيل العربي الرياضي وقبل أن أتوجه إليك بالسؤال سيد أحمد سمح لي أن أورد بعض المعطيات السريعة عن الأحداث التي جرت الرياضية التي جرت بين بعض العرب والفرق الإسرائيلي عام 2016 مثلا شارك رياضيون إسرائيلي في بطولة قطر العالمية المفتوحة للكرة الشاطئية بعيلول 2017 شارك رياضيون إسرائيلي في نشاط رياضي نظمه الاتحاد المغربي للتيكواندو في مدينة أغادير المغربية ورفعة في العالم الإسرائيلي إمارة أبوظبي استقبلت فريقا إسرائيليا في بطولة الجودو وأحرز لعبوه الميداليتين الذهبية والبرونزية بمارس آذار 2018 عادت قطر واستضافت فريقا إسرائيليا للمشاركة في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد بعد أيام استضاف المغرب وفدا إسرائيليا للمشاركة في بطولة الجودو في أغادير أيضا بما يؤير الماضي شاركة دراجون إماراتيون وبحرينيون في طواف إيطاليا الذي استضافه الكيان الإسرائيلي وفي أيضا إضاءات ومواقف مشرفة جدا في المقابل سنأتي على ذكرها بعد قليل فضل سيد أحمد بس بما يتعلق بالتطبيع بالنقطة التي تفضلت وذكرتها أنا برأي رغم سلبيتها هي نقاطها مشي قياسا بلعبة ضخمة مثل كرة القدم أو تستحوذ على اهتمام جماهير كبيرة من دون ما يري خطورة بصياق التطبيع إذا بدك مع الاحتلال يعني بعدة أوجه مثل التطبيع بالسنمة مسألة دويري أخيرا لكن هذه هي الخاصرة الرخوة لتدخل منها إسرائيل أنا أحاول إلك قبل لأنه كان لدينا تاريخ بالمقاطعة تفكك بفعل الأحداث وبفعل الأحداث السياسية طبعا مش الأحداث الرياضية يعني خلينا ننجع شوية لأو محاولات تطبيع العلاقة مع إذا بيانه الآن الصهيونية بلش ببكير استعمار البريطاني بلش بكير يعمل منتخب بمنتصف العشرينات يجمع مهاجرين يهود مع فلسطينيين أو مع عرب على أساس دمجهم بفريق واحد أنا ما عم قيم التجربة عم قول شو كان يعمل استعمار البريطاني ولعب هذا المنتخب مع بعض ولاحقا لاحقا إسرائيل كان مات فيها بالاتحاد الآسيلي رغم أننا يعني عنا موقف أكيد دولة احتلال ولكن عم نحكي بالنسبة للاتحاد الآسيلي وشاكت وطلعت وصيف مرتين ببطولة آسيا شو اللي صار كان فيه زخم بفترة من الفترات ضد ضد إذا بدك إسرائيل قد هالشي أنه مثل هومانتمن لبناني قاطع بالنهاء فهي إسرائيلي مكابي حيفا أو شي ناسي بعدين الشرطة العراقية إذا بدك الانتصار الأول اللي عملته حركة المقاطعة العربية قبل ما تكون مثل هلأ منهجة وهذا كان إذا بدك تستمد هذا كل قراراتها من الناس أكتر طردت إسرائيل من حيزة الجغرافة لو رأح تلعب مع أوقيانوس بعدين تلعب مع أوروبا هلأ فيني آش تفصيلي على أي تستفيد يمكن باللعب مع أوروبا بتحتك مع منتخبات أفضل ولكن هي مرفوضة بآسيا بسبب قرارة المقاطعة حتى الآن حتى لا تواجه فرقا عربية واليوم في أربع متحبات هذا يخالف قوانين الفيفا مثل ما إسرائيل دولة احتلال بقوانين الفيفا الدولي لازم تلعب ضمن حيزة الجغرافة إسرائيل هي الاستثناء الوحيد بالعالم بالعالم وليس بالعالم لتلعب خارج حيزة الجغرافة هذا يحسب للمقاطعين أو للدعين للمقاطعين خليني أنا أقول نأد المحب حركة المقاطعة تحولت بفتاة من الفتاة إلى استعراضات ولكن اليوم أيضا حركة المقاطعة بدئاس وغير بدئاس لكن أولها بدئاس تقوم يعني ما يشبه المعجزات بزمن إسرائيل تسيطر على كثير من القرارات أو اللوبي اليهودي لنقل يسيطر على الكثير من القرارات في الإعلام وفي الاقتصاد وغيره اليوم في نجاح باهر بمنع المنتخب الأرجنتيني باللعب أمام المنتخب الإسرائيلي في القدس واسمح لي هنا أن أنتقل مباشرة إلى سيد محمود السق أهلا بك انضميت إلينا رئيس دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة من رمالة هذا نجاح باهر فعلا للديبلوماسية الفلسطينية بمنع هذه المباراة في القدس للأرجنتين وإسرائيل والصحافة الإسرائيلية في الواقع كان لها تعليق على ذلك سلبي أنه هذا نهاية للغرور الإسرائيلي وغير ذلك أولا مساء الخير لك ولضيفك الكريم أنا أقول بأن يعني ما حدث عندما تم إلغاء اللقاء الذي كان يفترض أن يجمع منتخب الإرجنتين ومنتخب دولة الاحتلال الإسرائيلي تبعه ردود فعل غير عادية صاخبة من جانب الصحافة الإسرائيلية لدرجة بأن الصحافة الإسرائيلية على مدار ثلاثة أيام ويزيد وهي تتفعل مع هذا الموضوع وهي إشارة واضحة إلى أن بالفعل الدبلوماسية الرياضية نجحت وبتضافر جهود الجميع بما في ذلك الجالي الفلسطيني المتواجد في كثرة في قارة أمريكا اللاتينية وعلى وجه التحديد في الإرجنتين وأيضا لا ننكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله أيضا هناك بي دي أس كان لها الدور المحوري والدور الريادي ولا ننسى بأن اتحاد الكرة الفلسطيني هو الذي قام وهو الذي بادر إلى فرملة اللقاء الذي كان يفترض أن يجمع منتخب دولة الكيان مع المنتخب الإرجنتيني في إطار استعداد المنتخب الإرجنتيني للمونديال الروسي المقرر أن ينطلق هذا اليوم بالفعل أصبت عندما قلت بأن الدبلوماسية الرياضية الفلسطينية نجحت بامتياز في فرملة هذا اللقاء لأن رئيس حقومة دولة الإحتلال الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أول شيء فكر فيه قبل أن يفكر بإجراء اللقاء أن يجير هذا اللقاء لصالح تخويد المدينة المقدسة والمقصود هنا مدينة القدس وقد ساعده في ذلك وزيرة الثقافة والرياضة ريجيب التي عزفت على وتر آخر وهو وتر الانتخابات على صعيد الكيان الاحتلالي الإسرائيلي إذن الدبلوماسية الرياضية الفلسطينية نجحت بامتياز وهذا يحسب في ميزان حسناتها المعاريف تحديدا تقول بالحرف الفلسطينيون استغلوا أخطاءنا كي ينفذوا لنا تعذيبا سياسيا بواسطة الدول المؤيدة لهم وهذا بالفعل نجاح يحسب للديبلوماسية الفلسطينية بالحديث فقط عن الجوانب المشرقة أو المشرفة في تاريخ التطبيع الرياضي اسمح لي أن أورد الفكرة التي كنت أتحدث عنها سابقا بطلة أفريقيا الجزائرية أمينة بالقادي اتخذت موقفا مشرفا وانسحبت من البطولة بعد أن أوقعتها القرعة بمواجهة لعبة إسرائيلية ماليزيا اعتذرت عن استضافة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2017 على أراضيها بسبب رفضها رفع العلم الإسرائيلي فتكفلت البحرين بذلك للأسف بالاستضافة الوفد اللبناني إلى أولمبياد داريو دي جانيرو عام 2016 منع الوفد الإسرائيلي بالقوة من الصعود إلى الحافلة التي تقله للتوجه إلى ملعب مركانا ندكرها الحادثة تماما المصارع الإيراني علي رضا كريمي قرر الانسحاب والتخلي عن الفوز أمام منافسه الإسرائيلي في بطولة العالم في بولونيا تضامنا مع القدس والقضية الفلسطينية مؤخرا كما ذكرنا نجحتم أنتم كفلسطينيين في إلغاء مباراة ودية أمام بين الأرجنتين والمنتخب الإسرائيلي في القدس المحتلة مع كل ذلك سيد محمود إسرائيل تسعى جهدها لعرقلة النشاطات الرياضية الفلسطينية من ناحية البناء التحتية لناحية أي نشاط رياضي للفلسطينيين كيف يمكن مواجهة ذلك يا سيدتي من خلال المنابر ومن خلال الأطر والهيئة الدولية دائما وابدا نحن الآن ننتظر قرار محكمة كاس وهي ستبت في أندية المستعمرات الإسرائيلية هذه الأندية مبثوثة في محافظات الوطن الشمالي وبالتحديد في الضفة الغربية المحتلة يعني الشهر المقبل سوف ننتظر قرار ونأمل بالفعل أن يكون هذا القرار في صالح الرياضة الفلسطينية وفي صالح القضية الفلسطينية لأن المستوطنات الإسرائيلية التي تنبثق عنها هذه الأندية أصلا هي غير شرعية فبالتالي من الطبيعي ومن المنطقي أن يتم رفض مثل هذه الأندية مع شديد الأسف الفيفا سبق وأن أدرج على جدول أعماله بند الأندية التابعة للمسلطنات الإسرائيلية لكن إنبانتينو ومع شديد الأسف تدرع بذرائع واهنة وبذرائع يعني لا قيمة لها عندما قال بأننا لا نريد أن نخلط السياسة بالرياضة بينما مسموح لبنيمين نتنياهو أن يتصل تليفونيا مع رئيس الفيفا ويحذره ويقول له بأن موضوع أندية المسلطنات يجب أن ينزع من على طاولة الكونغرس ومع شديد الأسف فقد امتثل إنبانتينو لتهديدات أو لمكالمة بنيمين نتنياهو بنيمين نتنياهو رئيس حكومة الإحتلال من حقه أن يخلط ويمزج ما بين الرياضة والسياسة لكن الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوق عادلة لرياضتهم ولرياضيهم ولشبابهم لأن يتنقلوا ما بين المحافظات الوطن الشمالية والجنوبية براحتهم فهذا أمر محظور عليهم الأمر لا يتوقف عند هذا الحد لا نستطيع أن نقيم أي منشأة خارج مناطق A وهي أنا أضعها بين كوسين لأن حسب اتفاقيات أسو هناك مناطق A وB وC من المعروف أن مناطق تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية وما دون ذلك تدام ترك للسيطرة الإسرائيل إسرائيل ترفض رفضا قاطع أن يقومت أي منشأة مناطق C وهذا يعني هو جور الاحتلال وهذا هو ظلم الاحتلال وهذا هو هدف الاحتلال أن لا يرى الابتسامة موجودة لا على الرياضيين لا على شفاه الرياضيين الفلسطينيين ولا على شفاه الشفاء على كل يعني إسرائيل بارعة أيضا في استغلال أحداث من هذا النوع يعني هي تستغل الرياضيين أمثال ميسي ورونالدو في تنظيم رحلات لهم في يعني البراق ما فجأنا في الفترة الأخيرة في الواقع أنه إسرائيل تنوي بث المباريات باللغة العربية لأنها تحب لغة الضاد كما يقول أحد مسؤوليها ولا نعرف كيف يمكن أن يتم ذلك ونعرف يعني بإن سبورت القطرية لها حقوق البث الحصرية ولكن أكدت أكد الإسرائيليون أنهم سيبثون لمصر والأردن ولبنان والضفة وما سمتهم الدول المجاورة باللغة العربية وهذا أيضا خرق كبير جدا لأنه إسرائيل ستكون في كل بيت عربي اسمح لي هنا أن أتوجه إلى السيد إلى السيد في موسكو سيد تيمور أنت تشجع المنتخب المصري قلت يعني لك خصة بالعرب إن صح التعبير كيف تنظر إلى هذه الممارسات الإسرائيلية لنقول يعني بث نفوذ يعني أنت ذكرت نرجع إلى جيبلز مرة أخرى يعني الإسرائيليين ليسوا يعني لا شيء جديد في ذلك أنا أتذكر كنت أتحدث إلى أحد الإسرائيلي من عمري فذكر لي أنه عندما كان صغير أي في بداية السبعينات كان يتربع على الأفلام المصرية المترجمة إلى العبرية لأنه لم يكن هناك أي سينما في إسرائيل يعني شيء عطفي من ناحية لكن الآن إسرائيل يبث نفوذه ويحاول أن يحاور الجمهور أي الناخب العربي هم لهم التكنولوجيا التكنولوجيا في المنازل عند الدول الجوار أي العرب تستطيع استقبال الترددات القادمة من هذا القمر إن الدول لم تستطيع أن تقدم ما سوف يقدمه الإسرائيليين فالمشاهد سوف يتجه إلى ذلك القمر لا أكثر ولا أقل يعني هناك أشياء إجابية وأشياء سلبية لا أود أن أخذ كل وقت الفاضل للبرنامج لكن هناك أيضا لوم على دول الجوار كما سميتيهم يعني عندما تأخذون مواقف معينة من إسرائيل فيجب أن يكون هناك استراتيجية بعد الموقف ماذا بعد ذلك للأسف أنا شخصيا لم أرى أي تطوير تكنولوجي أو تطوير سياسي أو أي شيء من هذا القبيل لكي يتم مواقهة إسرائيل ليست فقط بأشعارات إنما بقوة اقتصادية بقوة دبلوماسية عسكرية نفوذ في العالم مثل ما هم يتميزون به وتعداد العرب أكثر بكثير وأنت ذكرت المغرب وموقف العرب مع المغرب الله يرحم عبد الناصر يعني مثل ما طيب البعض يقول من القدماء في موسكو نعم لديك ما تضيفه سيد عبد زميلنا يوسع يتحدث عن عرب كأنه كتلي وحدي متجانس فيما يتعلق بالتكنولوجيا العرب هلأ يتجاوز إسرائيل إن كان بالسعودية أو بقطع بموضوع المونديال بموضوع النقل التلفزيوني في إنسبوتس القطرية هي أفضل ناعل بالعالم يمكن مشكلة مش هم ولذلك نحن 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 يجب نقل معك إلى الفيفا لألك لأنه مثل ما تفضل زميلنا في فلسطين الاتحاد الإسرائيلي يتلقى مساعدات من الاتحاد الدولي لقوة القدم من الفيفا مثل لبنان مثل أي دولة ويخضع لشروط وقوار لا مش بس هك الفيفا إلى حق رائب ونحن تنصرف المصاري إلى حق رائب علمان أنه مملكة الفساد يعني الفيفا تبينة مؤخرة بس بأي معنى أنه هلأ الاتحاد الدولي لقوة القدم من الفيفا يعطي مساعدات لأسائل بتقوم تصرفها بأيئيل وبمستوطنات سلبت منها الفلسطينيين والفلسطينيين مقدمين هذا الشيء المشكلة الحقيقية كمان بمعنى ما يجب نقلها إلى المحل الصحيح إلى المصدر يعني بمعنى ما كمان هذا ما تخلى ما أعرف شو صار بموضوع الأرجنتين لماذا الأرجنتين ما لعبت بالقدس هل إذا كان اللعب الماتش بحيفا كان منيح أن تتجه الأنظار كلها لماسي ولهو العالم عم يلعبوا بينه للان بالنسبة للعالم بإسرائيل كمان كان عمر خاطئ بالأرجنتين كمان فيه مناخ وهذا بقى للأنصاف كمان بقلب المعسكة الأرجنتيني يعني هايش يمكن العالم ما بيعفوه مضارب الأرجنتين سان باول اللي هو شخص يساري وعمل سجالات بالأرجنتين وعمل سجالات لعب دور لازم نتواجه نحن لهو العالم يعني كمان القول أنه العرب أقل من إسرائيل وهذا الخطاب إذا بدك اللي بيتبنى الغرب الغرب أنا باقي غير منصف وغير عادل المشكلة المشكلة مع المركز اللي بيساعد إسرائيل اللي بيساعد إسرائيل يعني الفيفا هو بيساعد إسرائيل يعني هذا الدعم اللي بيأتي بموضوع الرياضة الفيفا بيعطي مساعدات سنوية وهذا ذكاء إسرائيلي إذا لم نريد أن نقول أنه تراجع عربي بس فيه ذكاء إسرائيلي إن لما تدفع إسرائيل 6 مليون يورو لأخذ خصرية البث ولا نعرف كيف تم نحن بلبنان على فكرة لبنان خارج هذا الحكي لأن التلفزيون اللبناني على الأرجح بحتيت حين قول المونديال الفكرة أنه نتنياهو وليبنان هن مشجعين لبيطار القدس على ما أعتقد لهو نادي من نواد المستوطنات وبسبب تعنتهم يعني كمان نحن ما عم نحكي بعد هنا كمان أحدا مشاكلنا ما نشوف الداخل الإسرائيلي كيف يشتغل لو ما تعنت وكان لعب الماتش بحيفا وأنا باقي كانت خسارتنا كبيرة لو لعب الأرجنتين اللي هو بكل تأكيد أحد المشحين وتضوع اللعب بفلسطين محتلة نعم سيد عادل في تونس ذكرنا يعني في جدلية في الواقع أنه فيما لو لاعب عربي واجه لاعب إسرائيلي هل عليه المواجهة الاستمرار في قواعد اللعبة ويحسب هذا تطبيع أم الانسحاب ربما يلام على ذلك أو يعاقب يعني بأي شكل من الأشكال يعني فيه إشكالية كبيرة هنا والله أولاً اللاعب هو مش حر في ذاته يعني يشارك أو لا يشارك هذا قرار تتخذوا الاتحال ولكن صار مع أكثر من لاعب ومن المغرب العربي أنه انسحب حتى تونس عنا لعب تنس مالك الجزيرة انسحاب مرتين مرة في أسباكستان ومرة في مومبولي في فرنسا وانسحابه في أسباكستان يعني يكلف الاتحاد التونسي للتنس وانه ما يشاركش في كأس دافيس تاعة سنة دي بعدها لكن في المرة الثالثة يعني التوخذ قرار بالمشاركة يعني وليس اللاعب هو الذي اتخذ قرار هي السيدة رئيس الجامعة وقالت الآن حان الوقت حتى في الجزائر وقت معنا نفس الشيء ثم أخذوا رد يعني تونس والجزائر فيه أخذ ورد يعني ما تمش قاعدة الاتحادات معناها مستقلة نوعاً ما في اتخاذ القرار وحتى الرأي العام مقسوم آخر مرة لما شارك لعب التنس الجزيري يعني على فيسبوك مثلاً تونس من قسمين فيه ناس يقولك لا يشارك مثلاً مثلاً مش مشكلة وشفتم حتى على صحف جزائرية مؤخراً قالوا إلى متاسة سنبقى في المقاطعة لكن في المقابل فيه رياضيين ورياضيات أخرين وأخريات ما شاركوش يعني لأنه المشكلة يعني هو كي ما تشاركش يعني أنها تتحمل عقوبة نعم وكي تشارك هو في كل الحالات يعني إسرائيليين يعني كسبانين نعم لأنه لما تنس حب يقولوا العرب معنا مش روحة رياضية وميحبوش السلام ويعني فرسولهم العيوب الكل يعني وكي شاركو يعني زادت كسب ليهم وأنه خلاص طبعنا يعني ولعبنا مع لعبين عرب وخلاص يعني وقع التطبيع يعني يعني جرت العادة بأكثر من مونديال أن تستغل إسرائيل هذا الحدث الرياضي لشن خروب يعني بالألف وتسعمائة واثنين وتمانين شهدنا ذلك بالألف واربعة عشر على غزة شهدنا ذلك واليوم نحن تقريبا بأجواء حرب حرب باردة ربما هل يخشى من سيناريو من هذا النوع؟ بصراحة أنا لا بلبنان أو بغير لبنان لألك حسابات الحرب أو الحرب هي أعمق لا يلغي أنه كل العالم يتجه أنظروا إلى مكان فنحن نستغل الإسرائيليين بيعملوا هكا عادة بأكثر من مكان بس مش بس المونديال باثنانة وتمانين أصلا باثنانة وتمانين يحتاج إلى دراسة منفصلة لأنه أصلا كان في خلاف بين الأمريكيين والإسرائيليين على هذا الموضوع يعني حسبات مختلفة شكل العالم كان مختلف كان الاتحاد السوفيتي موجود الأقطاب الموجودة غير هلأ بالألفين وابعتاش أنا بوافق أكثر أكثر محل بها وأنه استغلت إسرائيل بكل تأكيد الأنظار المتجهة إلى المونديال لتعمل حرب على الفلسطينيين يمكن بوقتها كان واضح حلّا بالألفين واتمنتعاش فيه مونديال بيوسيا كمان هذه لا بات بات حسابات الحرب طبعا ما حدا بيعد هذا صانع يسي صرف بس أنه بات إنت لأديك كتاب صانع الألعاب يعني يجب أن تهرب حسابات الحرب وقواعد اللعبة هلأ هي أكبر أكبر من حتى هلأ من إسرائيل موضيها بيوسيا نتمنى يعني يتابع الجميع بالفعل هذه التظاهرة الرياضية كما سميناها بروح رياضية أن ينسى قليلا السياسة أن تكون متنفس لنا جميعا بعيدا عن السياسة خليني أتمنى وعكس غبة زملائي كلهم أن تكون تظاهرة السياسية بانتياز تنتهي بفوز الأرجنتين كيب تشجع الأرجنتين سيد عادل سؤال أخير من تشجع بالمونديال غير الفراق العربية طبعا غير الفراق العربية أنا أنا من أنصار الفريق الألماني أهى ألماني طيب وضيفنا الروسي ربما لأني ضيفنا الروسي مصري وشجع المنتخب المصري بكل الأحوال أشكركم جميعا ضيوفنا الكرام سيد أحمد محسن الكاتب السياسي سيد عادل الأحمر من تونس حضرتك أيضا الكاتب السياسي الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية روسيا سيد ديمور دويدار وسيد محمود السقة رئيس دائرة الآلام والعلاقات العامة في المجلس الوطني الأعلى للشباب والرياضة حدثنا من رمالله شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة شكرا لزاهر أبو حمد منتج هذه الحلقة من ندوة الأسبوع ولحسن راضي المخرج وشكر الأكبر لكم مشاهدينا على حسن متابعتكم كل عام وأنتم بخير من جديد والفوترسائت شكرا للمشاهدة